أنت السلطة بالمرفأ ترابلس اتفضل عطيني جواب شافي عن اختفاء ابني أنا جهاد متلج أبولا المهندس هاشم متلج اللي فقدت بـ 23 نيسان لـ 2022 بالمياه الإكليمية لابني وابني كان من ناجين وأنا معي تسجيلات لأعلميين كانوا بالمرفأ ومعي تسجيلات لأحد مرضة الطوارئ فصور لما بيضاء لك شخص بيقول لك أنا يا أخي أنا عسكري بس ما سألني عن اسمك لابقى تقول ابنك ميت ابنك حيون يرزق إن شاء الله أسبوع أو أسبوعين بيكون بحضن أمه تل حدود الأربعة وشهر أنا عم أسمع أخبار عن ابني طيب بعدين من قطاع هذا الخبر أنا رفع دعوة مسائلة بالاختفاء القصري لأبني بوطنه طلب القاضي يعني أنه هذا الزنمي رفع عليكم دعوة الاختفاء القصرا لأبنه يجبوا استفسروا منه وين أخدوه؟ أخدوني على وزارة الدفاع أنه أنت عم تتهمى بقضية بالوزارة أقولوا ليها أنه ابنك منه عنها قلتولهم منها مشكل ابني منه عنكم أنت كسلطة أمنية دور لي عبني أنت فيك تفوت على أي مؤسسة أمنية أنا ما في نفوت أنا نقلت من طرابلس مزروب بغرفة من الساعة سبعة للساعة واحدة ونص ظهر أنه أنا مزروب بها الغرفة ما بنوع تدخن ما بنوع تحكي هي تغراضك حتى تغراضك وقف على الحات برمشك على الحات ما بدي أسمع صوتك يعني طريق متهم بأي بلد نحن ببلد يعني بموفيات ولا بمؤسسة عسكرية تحترم نفسك تحترم الإنسان تمرق لي أنا كأب فاقد ابني رسائل بهيدا الطريقة وشهدت الناجين اللي كانوا معه على المركب أنه كان معناه بالماء بعد ما غرق المركب بشي نص ساعة وأخته كانت عم تناشد بقلب الماء أنه أخي كان عم عايطلي باسمي يا بابا عايطلي باسمي قال لي ألا أختي حبيبتي ما تغرأي قال لي خبطي بالماء خاني شوفك لأنه كانت تدني ليل قال لي أنا قريب على الجيش يعني الجيش عم يقرب علي وش اسمه قلتوا لا ما تجي لعندي خلص روح لعندهم أنا بخير هايدي كانت آخر محادثة بين أخته وبينه هلأ سننا نسمع أقوال كتير أنه في جاسس عند الدولة مبدأت سلمة للأهيلي مش هما ينفتح حدا الملف تجي الغواصة وبصير بزرة عليك وبصير متاجرة فينا وكيف نقلونا وكذلونا بالماء ورجعوا ردونا على البار وبعدين نسمع أنه طلعوا جسس ورجعوا طلبوا مننا نردوها فضيحة بعد ما أخذوا منكم عينات دي آنين بعد سنة؟ ولا حيغضوا بوقتة حتى الناجين دي كانوا على ظهر المركب يلي ما عنده شيء يخسرو يخافوا منه كانوا في بعض الأهل عم قلونهم ما تحكوا بهذا الموضوع لأنه متحن فيه الجيش أنه أي إنسان بديحكي بهذا الموضوع ممكن تنطق رقبته إذا هو بيلع أبني يقل لي ترجمة نانسي قنقر